موسيقى 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 السلام عليكم معكم امير مرحبا بكم في قناتكم تريك برو اليوم ان شاء الله جيتكم في فتح علبة وفتح علبة جهاز صيني هذا الجهاز الصيني غير معروف في الاسواق العربية وايضا غير معروف في مجتمعنا العربي لكن هذه الشركة هي شركة لو ايكو وهي نفسها شركة لو تيفي لها صدى واسع في الصين وهي من احد الاجهزة الرائدة في الصين اليوم نتعرف على جهاز لو ايكو استرو بنسخته 64 جيجا 64 جيجا توجد فيه نسخة 32 جيجا 3 جيجا من الرام ونسخة 64 جيجا مع 4 جيجا من الرام جهاز مواصفات عالية وسعر مناسب جدا تستطيع اقتناء هذا الجهاز من من بانجود اليكسبرس جير باست وايضا الكثير من المتاجر العالمية غير متوفر في الاسواق لا الجزائرية ولا العربية اليوم ان شاء الله نقوم بفتح علبة الجهاز نتعرف على خصائص الجهاز نتعرف على محتوى العلبة وايضا اعطيكم سعر الجهاز ويبقى الخيار لكم ان كان الجهاز يستحق الاقتناء ام لا قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على جرس التنبيهات والاعجاب بالفيديو اول شيء نبدأ بفتح العلبة هذا هو جهاز لايكو اس طروة ونسخة 64 جيجابايت نجد في العلبة دليل المستخدم كما ترون هذا دليل المستخدم الخاص بالجهاز وبالصينية كما ترون وايضا نجد اه المفتاح الخاص بشريحة سيم والكرت للذاكرة ايضا نجد هنا الشاحن كما ترون شاحن وهو شاحن سريع ونوع الوصلة تايب سي الوصلة الخاصة بالشحن تايب سي كما ترون ونجد ايضا وصلة خاصة بسماعات الاذن مثل الايفون لانه لا يتوفر على منفذ خاص بالسماعات لذا يعطينا وصلة خاصة بسماعات الاذن هاته كل الاشياء المتوفرة في علبة الجهاز الآن نتعرف على الشكل الخارجي للجهاز نبدأ من هاته الجهة نجد زر الباور وزر خفض ورفع الصوت كما ترون من الاعلى يوجد منفذ خاص بالانفراريد وهو للتحكم بالاجهزة الالكترونية من هاته الجهة نجد منفذ خاص بشريحتين سيم وهي نانو سيم ومن الاسفل نجد منفذ الخاص بالشحن والداتا نجد الميكروفون الخاص بالمكالمات وايضا نجد مكبر الصوت من الخلف نجد كاميرا 16 ميجابيكسل مع فلاش تونائي وايضا نجد ماسح للبصمة من الامام نجد شاشة 5.5 انش فول اي تش دي وايضا نجد كاميرا امامية 8 ميجابيكسل وايضا نجد السماعات الخاصة بالمكالمات بالنسبة للخصائص الكاملة للجهاز الجهاز يتوفر على معالج من ميدياتيك وهو الهيليو إكس فان احد المعالجات القوية ايضا يتوفر على 4 جيجا من الرام و 64 جيجا بايت داكرة داخلية بالنسبة للكاميرا الامامية 8 ميجابيكسل وكاميرا خلفية 16 ميجابيكسل يتوفر على ماسح للبصمة ايضا يتوفر على بطاريات 3000 ميلي امبير بالنسبة لانصدار الاندرويد وهو اندرويد مارشميلو ولكن يقبل تحديد الى اندرويد موغيت كما ترون نعم هنا اندرويد مارشميلو ويقبل تحديد الى اندرويد موغيت بالنسبة للشاشة 5.5 انش فول ايتش دي وهي بتقنية الاي بي اس جهاز جميل جدا يتوفر على شريحتين وشريحتين فور جي ايضا بالنسبة للبودي الخاص بالجهاز وهو ميناء المالك جهاز جميل مواصفات قوية ويمكنك الحصول عليه من المتاجر العالمية الاكسبريس بانغود وغيربست بالنسبة لسعر الجهاز حوالي 129 دولار فيما يعادل تقريبا بالدينار الجزائري حوالي 26 الى 27 الف دينار جزائري اذا هذا هو هاتف لو ايكو وهو نفسه لو تيفي استرو ان شاء الله يكون فيديو اليوم قد اعجبكم وان شاء الله قد افدتكم بالقدر الذي استطيع لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على جرس التنبيهات والاعجاب بالفيديو وايضا ان كانت لديكم اي ستة ساؤلات واي اشياء تريدون ان نقوم بها في القناة اتركوها لي في تعليق وفي حلقات اخرى والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة